السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي العام أنا مستر طاهر أبو زيد ودي الوحدة الأخيرة في الترم الأول unit 6 من كتاب سينير بسم الله نحن كنا أصدقاء جيدين ولكن احنا ايه بدام كنا أصدقاء جيدين ولكن احنا واعنف بعض يعني واعف بعض مصطلح مهم جدا اسمه لو فيه يبقى فيه ضمير مفعول بعده او فيه مفعول به بعده لكن بس يعني واعنف بعض بس مش محتاجة مفعول به نمبر 2 عندي ايه شغل اعمله هذا الصباح اكيد عندي كتير جدا يعني كتير جدا كلمة تدل على ان الكلام ده كتير اكوام من يعني اكوام من بايلزوف بايل يعني كومة نمبر 3 هي توقفت انها تكون ايه في الموضة يعني على عكس اخوه الكريم يبقى عكس كريم ايه بخيل بخيل يعني ايه مين او ميزر م اي اس اي ار هي فاينز ات هارد يجد من الصب توقفت انه ايه مع العالم بالخارج يواكب يساير يتماشى معه يظل على تواصل معه اللي هي يظل على تواصل معه يعني طلب اذن ولده انه يعمل ايه مع اصحابه في النادي اكيد يصيعوا سوا يصيع يعني يعني يطلع يتمشى مع اصحابه يعني يصيع مع اصحابه انه اشوف صاحبي القديم بيعمل ايه في الزكريات السعيدة اكيد بيجلب الزكريات السعيدة بيرجع للذكريات السعيدة هيبقى يعني يرجع الماضي منها بس احنا الان اصدقاء يبقى انا لم ما كناش منسجمين مع بعض يعني بس دلوقتي يبقى اصحاب يعني منسجم اسمها get on with get on with او get along with معناها ينسجم يعني هي ايه التواصل مع صاحبها وتمنت لو هي ان هما يتقابلوا مرة اخرى يبقى فقد التواصل معهم يبقى اسمها lose touch with الماضي منها lost يفقد التواصل مع he breathed a not هو تنفس of relief عشان راحة دي اسمها ايه saw يتنهد ايش I not your pardon يعني العزر بتاعك يعني I didn't mean to step on your foot يبقى I not your pardon يعني استميحك عزرا بنقولها كتابة العربية يعني I beg your pardon اه pardon زي بالفرنساوي pardon name moi تمام يعني يعني عزرني هي بالانجلش بقى big your pardon pardon نيش number 12 I can't know this book because the first chapter is so boring لان الفصل الاول كان ممل جدا يبقى انا مش قادر مش طيق مش قادر اكمل في معناها يبقى get into يعني get into يعني ينغمس في الشي تمام number 13 the mother told her children الام قالت لاطفالها to not their toys يعملوا ايه في الالعاب بتاعتهم يبقى to pick up pick up يعني يلتقط تلمهم من الارض يعني the metro journey رحلة المترو to the center لوسط المدينة has hot and was hot and كانت سخنة او حرة يعني وكانت uncomfortable يعني غير مريحة يعني mutual respect يعني الاحترام المتبادل يبقى في علاقة ما بينهم مبنية على الاحترام المتبادل العلاقة اسمها relationship don't not small problems last يعني لعل they would get worse ما تعملش ايه في المشاكل البسيطة لعل يسوق اكتر وبابه اسوأ يبقى don't don't ignore معناها ايه لا تتجاهل ما تتجاهلش المشاكل البسيطة الا ايه الا تبقى اسوأ لازم تحلها عشان ما تبقاش اسوأ I don't want to not with you just to do it انا مش عايز ايه معاك اعملها بقى وخلاص وخلاص يبقى انا مش عايز اتجادل معاك يعني يتجادل معا argue with يتجادل معا number 18 she was advised to decrease تقلل the note of fat they eat الايه الدهون اللي هما بيأكلوها يبقى اكيد كمية كمية يعني amount تاني اسمها quantity مش quality quality سماء او صفاء او جودة I really didn't expect his reaction and got انا حقا ما كنتش متوقع رد فعله ده reaction رد الفعل and got طب انت اصبحت مدهش ولا مندهش 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 بال ايدي يبقى surprized feasts are times for our family يعني الاعياد هي اوقات لعيلتنا ان هي تلم الشملي يعني ايه لم الشملي وعادة الشملي ده مصدر اسمها reunion بس meeting اللي واحدة هي عن اجتماع المفروض ما ما نفعش our family meeting meeting ده يعني اجتماع في الشغل حاجة زي كده تمام take great care يعني خلي بالك قوي when not personal information لما بتعمل ايه في المعلومات الشخصية لما تنشرها يعني ايه ينشر يا مستر يعني publish لا ده publish يعني ينشر كتب لكن انت بيقول لك خلي بالك لما ترفعها على الانترنت يبقى uploading لما ترفعها على الانترنت نعم publish هتنشرها في الكتب والمجلات هتنشر معلوماتك الشخصية في كتب ومجلات ليه number 22 the results will be not on the internet النتائج هتبقى ايه على الانترنت النتائج هاتم منشرها على الانترنت طيب تمام يعني ينشر على الانترنت اسمها posted post ينشر على الانترنت the boss الرئيس him as he was always coming late الرئيس او رئيس الشغل يعني مدير الشغل عمل في ايه علشانه دايما بيجي متأخر اكيد fired him يعني رفض خالص فايرنا مش معناه يولع فيه يرفض it is polite to maintain انك تبقى مؤدب انك تحافظ على اي نقط when talking to someone لما تتكلم مع احد اسمها ايه تواصل بصري اسمها eye contact تواصل بصري the children complain الاطفال بيشتكم that their father ان والدهم no time with them مش بيقضي وقت معهم مش بيقضي they're spends no time with them يعني يقضي لا وقت معهم يعني ما بيقضيش وقت معهم ندخل على ال collocations وال prepositions ال antonyms وال synonyms number one he's always mean with money هو دايما بخيل في موضوع الفلوس ده mean عكسها ايه بقى mean يعني miser يعني بخيل طب عكسها generous كريم open handed they have bought an enormous house هم ما بنوا او اشتروا منزل ضخم enormous عايزين نجيب synonym لها مراضف تمام مهو مراضفها ضخم يبقى ما فيش غير huge ضخم لكن he was born into a poor family ولده لعائلة فقيرة poor ممكن نبدلها بايه poor بتساوي wealthy يعني غاني وريتش يعني غالي افلوت ماشي يبقى destitute يعني ايه ذو فقر مطقع يعني فقر جدا this photograph makes me remember هذه الصورة بتجعلني اتذكر يبقى ده معناها ايه بتجلب الزكريات يبقى اسمها bring back memories number five she was upset about her friend's actions يعني مستقبش ان افعال صاحبها عايزين عكس كلمة upset upset يبقى معنها زعلانة مدقيقة خلاص يبقى عكسها دي لكست يعني مسترخية مطنشة the word ignore يتجاهل can be the opposite عكس يتجاهل ايه mention يعني يذكر يذكر الشخص يبقى كده مش بنتجاهله derivatives او المشتقات يلا بسم الله number one the child not her teacher to give him another chance يعني المدرس بتاعها انه ويديها فرصة اخرى يبقى كده child فاعل عايز بعد الفاعل فاعل يبقى طب ليه مش big علشان child مفرد والمفرد عايز s طب بيبقى ده ماضي بقى بجده خلاص losing the match خسارة المطش الصفر لسبعة yeah was a great note to the fans كان ايه جدا للمشجعين هي صفة طب بعد الصفة عايزة يصفة كمان ولا اسم لا اسم اكيد يعني خيبة امل او احباط we were shocked كنا مصدومين by the friend's not طيب ال apostrophe s دي لازم يجي بعدها اسم اسمها السلم الكية اصلا فبيبعدها الاسم المملوك خلاص ايه الاسم من كلمة mean meanness لها بخلي يعني i failed i failed to see the logic انا مش قادر اشوف المنطقة behind his نقط طيب his برضو صفات ملكية وصفات الملكية بيجي بعدها اسم طيب فين الاسم فيش غير argument اللي هو جدال you're not of this law is not an excuse يبقى الايه اللي انت عملت في القانون ليس عذرا طيب الحل في you were صفات ملكية وصفات الملكية يأتي بعدها اسم والاسم هو ignorance يعني الجهل what kind of things are you not in بنا من ان يبقى interested in تمام عشان عايزة بعدها صفة تمام ندخل على extra exercises on vocabulary number one مع عشر طلاب آخرين يبقى كده بيشارك الشقة بتاعته يعني قاعدين مع بعض في نفس الشقة يعني بقى يشارك الشقة اسمها اكيد cheers يشارك عشان بتغل حرف جر with number two she's always complaining about how badly she has been يعني دايما بتشتكي مدى السوء اللي هي تم التعامل معها بي يبقى she has been treated تم تعامل معها بشكل سيء كل العمال بيحتلموه يبقى هو بدمهم والناس بيشتغلوا عنده يبقى هو المدير يعني employer يعني الموظف ruler يعني حاكم user مستقدم اعطتها أمل طيب اسم عايز قبل الاسم صفة طيب كلهم صفات ما شاء الله طيب بيبقى اكيد بس ابتسامة مرحبة هتديها أمل ولا friendly طب معناها ايه مستر friendly معناها ودود ابتسامة ودود عشان كلا بقى عندها أمل فبقيت مش خايفة يعني يبقى انا بكتب ردا على يعني صح كده يعني ردا على خطابك بتاع ستاشر مارش نوبر سكس هو ارى ايه مختصر من كتابه عشان نشرح فكرته اكيد مقتبس يعني مقتبس او حاجة صغيرة كده اسمها اقتباس يبقى يبقى فار مور ايه اكتر من ما هو محتاجه فار مور attention يعني انتباه اكتر بكتير من ما هو محتاجه ممكن مور يجيب التعاون او الصداقة طيب فيه تعاون لا خلاص الصداقة وخلاص يعني بتروح للجنب الاخر من والدتها يعني ما تبقاش صاحبتها يعني بغيد عنها يعني يبقى كطفلة كتينيجر مراهقة مش ما كانتش بتقول لما موتها يعني على اللي بيحصل معها سوف ايه نلحق الدنيا معك يعني تشوف اللي فاتنا يعني طب هل هتكلم معاك لاحقا او فيما بعد يعني لاحقا او فيما بعد later نعم lately مؤخرا وحديثا later يعني المذكور ثانيا at least معناها على الاقل number 11 changing views gives peace of not and refreshes energies ان تغيير المناظر المشاهد بيدي راحة في الايه وانتعاش في الطاقة طيب يبقى peace of mind يعني راحة فعالك راحة ارتاح شوي سلام يعني behind every note there is teeth خلف كل ايه بيكون في سن سنان خلف كل سمايل اكيد يعني خلف كل رجل عظيم امرأة خلف كل ابتسامة عظيمة اسنان بيضاء بيضاء طيب الله الله يناور لو انت لسه فاكر انا مش بسدق يبقى الوجبة ديت لم ترضي جوعك يبقى هذه الوجبة لايه لم ترضي جوعك اكيد وجبة ضخمة يبقى بينما بيسوقوا في الايام الايه اكيد اللي فيها شبور يعني شبور يعني فاجي فاجي في شبور الناس مش بيحبوها لان هي بتتكلم بطريقة او باسلوب او بنغمة طريقة كلام مش ودودة طيب يعني نبر صوت طريقة كلام يعني انه يعدي في امتهاناته النهائية يبقى هو دا اللي بيهتم بي يعني يهتم به كير about هو بيعرف يتكلم لغات كتيرة اجنبية نقط جيرمن عايز من بينها ومن ضمنها الالماني يعني من بينها ومن ضمنها مستر including من بينها ومن ضمنها هي كانت عندها 19 سنة لما اول رواية لها امتا تمام تم نشرها لما ينفعش came out اكتب على فعل came out دا فعلي لازم يعني فعلي لازم يعني فعل لا يأتي في المجهول فنفعش نقول ووز come out غلط كيف لو ووز تشالت كنا ينفع نختار came out يبقى came out دا فعلي لازم ما بيجيش من المجهول نوا ينفع يبني في المجهول مين اللي بيلعب الشخصية الرئيسية في الفيلم طب شخصية فيلم اسمها ايه لا لا اسمها شخصية حقيقية الشركة فيها اكتر من الفين ايه في كل انحاء العالم اكيد موظفين موظفين باتنين ايه هو بيشعر بايه بشأن الاخطاء القرارات سوري الخطأ اللي هو اتخذها يبقى افتكر make a decision مش do a decision لا make a decision يبقى وبيشعر بالندم يعني ندم يعني regrets تمام يبقى الدنيا هتشت يبص كده للسحب السوداء الغمق خالص دي يبقى على ما يبدو يعني على ما يبدو apparently يعني على ما يبدو أو من الواضح شبه clearly obviously 25 Adam is too busy Adam مش جدا let me not in state يبقى let me let مفعول مصدر يبقى let me go he was really not over not getting the top mark يبقى هو ايه انه مجبش اعلى الدرجات يبقى هو كان منزعج مست يعني upset يعني وقابل نفسي كطفل يبقى انت عايز تروح للماضي يعني تروح لزمان يعني مقلب الزبالة يبقى الريحة دي ريحة وحشة يبقى ريحة ايه nasty nasty يعني مؤرف number 29 i was held by a not to buy a present for my mother هو انا مين اللي ساعدني عشان اشتري هدية لامامتي اكيد اللي ساعدك البائع البائع اللي هو assistant number 30 the teacher's words made him a little not angry يعني كلمات المدرس خليته ايه غضبان طيب ما هو غضبان الغضب ده اكيد قليل يبقى little bit مش هينفعل نقول little piece لا اسمها little bit يعني جزء صغير يعني تم تركها ايه لأفكارها يبقى وحيدة لأفكارها يعني وحيدة في أفكارها number 32 don't not at your child when he makes a mistake ما تعملش ايه في طفلك لما بيعمل اخطاء ارى لقدم الناس معنى هتصرخ فيه ده عقله يعني يطلق النار اكيد يعني مش هتطلق النار عليه يعني حلم وحش جدا ليلة مبارح ما اكيد شفت فنقول ده في الافلام مسلا لكن نقول يعني حلمت يعني لازالت على تواصل معانا عشان احنا عيلة مقربة فاحنا لسه على تواصل مع بعض 35 you must not your attention to what the teacher says يبقى اسمها attention to pay attention to يعني يول اهتمام ب 36 he's very mean وابخيل جدا and doesn't not any money وما بعمل شي اي فلوس خالص يبقى مش بيتبرع بدن بخيل يبقى donate ما بيتبرع ش بأي فلوس 37 it's hard to convince him من الصعب اقناعه you can donate his mind مش ما تقدرش تعملي فعاق له change his mind مش معنا بأي غير عق له لأ معنا يغير رأي you must be careful about not friends online لازم تكون حريص ان اي اصدقاء على النت يبقى making friends لإني تكوين صدقات ما make friends number 39 the مش خريطة يبقى ضاعه اسمها اي ضاع يضيع got lost يضيع يضل الطريقة number 40 do your parents not an interest in your friends هل ابوك وامك بيهتموا باصحابك ولا لا يعني مشوف انت ماشي مع من ولا لا فاسمها take in an interest in يعني اهتم بيه not exercise every day and you will be back in condition يعني تبقى حالتك تمام زي ما كنت يعني يبقى اعمل تمارين اعمل تمارين دي اتمك ولا do exercises اكيد prepositions حرف الجر the thief grabbed the lady's bag and يعني خطف شنطة الست وا اكيد طلع يجري اسمها اي انما كلمة sit off دي يعني ينطلق في رحلة تمام يعني يلتقط اسمها pick up do what you are told اعمل اللي بتقلك عليه ولا تتجادل معي يعني يتجادل مع شخص argue with حرفيا مع we all pay not our mistakes in some way يعني بطريقة ما في وقت ما يبقى احنا بنرجع الاخطاء بتاعتنا او بندفع ثمان اخطاءنا من الاخر كده يبقى pay forward معناها يدفع ثمان اخطاء نا هي تبدو سعيدة جدا في الوظيفة الجديدة يبقى happy with مبسوطة بشيء مش مبسوط انه يدي للناس خصوصا لو فلوس يبقى شخص بخيل يبقى شخص مين مجموعة من الاشياء محتوطة فوق بعضها يبقى كوم كومة كومة يبقى deep نفس عميق بتخرجوا علشان تخرج نفسك علشان تثبت ان انت حزين او تظهر ان انت حزين او مستاء محبط اسمها يعني تطلب حاجة تظهر ان انت محتاج الشيء ده طيب يبقى دي معناها تتوسل يبقى بيج يتوسل نروح لكتاب المدرسة ما بيصرفش فلوس علي حاجة ما شخص شخص بخيل يعني مين ما عندوش وقت فاضي عندو الكثير من العمل يبقى اكوام من العمل ما قال شي حاجة بس انا عرفت ان هو حزين لما سمعت بي بيتنهد آية آية ايه مامتها انها تعمل لها كيكة في عيد ميلادها تطلب منها يعني وتتوسل اليها يبقى بيج هو ما بيشتغلش عشان كده الرئيس هيعمل فيه هيكرش هيطرد بروموت يعني يرقي لو لو صاحبك بيعمل ايه في تليفونه اغبره بيشعرك بايه الكلام ده بيخليك تشعر بايه بيخليك تشعر بايه يعني بيمسك تليفونه وانت بتكلمه فده خليه يقولك هو بيشعر بايه تمام يبقى بيكس اوب number seven if my friend looked at their phone in i might feel not and upset لو اه صاحبي اه افل التليفون اه انا او قاعد يبص سري في التليفون انا ربما اشعر بان انا ايه اكيد اشعر بان انا تم تجاهلي most people feel not when their friend use a phone while they are having a conversation يعني لما بيستخدموا تليفونهم وهما بيعملوا محادسة يبقى بيشعر بانه ايه اكيد مش مبسوط مش مستريح يبقى uncomfortable انت ليس يبني وبدو في الموبايل when you are chatting with a friend لما تبقى بالدردش مع صاحبك don't touch your phone ما تلمس تليفونك and maintain وحافظ على eye eye contact خلي فيه تواصل بصري وانت بتتكلم عليه number 10 their friends are not old school photos to a website يعني الاصحاب عملوا ايه لصور المدرسة القديمة على الموقع بدمتوا يبقى بيرفعوها على الموقع يبقى uploading number 11 their friends are not sad moments about their prep school يعني المدرسة الاعدادية يبقى كده بيشاركوا مع بعض ملحوظات او لحظات حزينة يبقى sharing the friends are talking about old school photos someone has هما بتكلموا عن صور المدرسة القديمة لشخص ما التقطها او طب لو هو التقطها بتكلموا عليها دلوقتي ليه لأ نشرها بقى علشان هما دلوقتي بتكلموا عليها لكن لو هو التقطها ما التقطها في الماضي طيب ماش هما بتكلموا ليه على الماضي بقى اللي هيجيب السيرة لكن لو هو نشرها يبقى يبقى فعلا هما بتكلموا عليها دلوقتي لاميا لاميا عند علا used to sit opposite نقط اذر جيت كتير اسمها ايه اسمها each other والتانية اسمها ايه one another صح لاميا wishes that she hadn't نقط وزع لاميا بتتمنى ان هي مش ايه مع علا بتتمنى ان هي ما اتجدلتش ما تخانئتش معاها يتخانئ ويتجدل يعني ايه يعني argued يبقى كده في المدرسة الاعدادية عملت ايه في العقد بتاحها المفضل اكيد ضيعته صح بدام ضيعته يبقى lost فقدته هدا لها ايه جيد مع ساميرا الان يبقى كده لها علاقة جيدة علاقة جيدة يبقى relationship هدا isn't happy with the not of homework she has now يعني هدا مش مبسوطة بكمية الهم work اللي عندها دلوقتي يبقى amount amount يعني كمية ما تعملش ايه في شغل لك اعملوا فورا يبقى ما تكوموش لا تؤجل عملي يومي الى الغد اهل الدرجة قد في المحافظات كتير قبل كده ماشي يعني يصيع مع اصحابه اسمها hang out يصيع مع رحلة الاسبوع اللي فات يعني جلبت لنا الكثير من الذكريات السعيدة يبقى جعلت اتذكر بكده نكون خلصنا الكلمات ندخل على ان شاء الله يلا بسم الله حلو الحالة 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 التالتة طالما حالة تالتة يبقى عايزين تصريف تالت تصريف تالت هي مستر تعتبر تصريف تالت ما هي محلولة ماشي لو انا كنت عارف ان هو جاي انا كان زماني اه قابلته في المطار بس يبقى كده انا عملت لا ما عملتش طب الحالة التالتة معناها انه ما عملش في الماضي بقى يعني لو ما كانش امتلك بقى تمام يبقى هادنت ليه يبقى عشان دي حالة تالتة فلنحطنا اف هيبقى اف وبين ازاي لأ المفروض تبقى هاد فاعل تصريف تالت وده اختصار لي اف بنحط هاد بدال اف وهدي من فاقتنا في عادي اف اي هاد بن لو تم ترقيتي اي نقط مو موف تو اور هيد اوفيس ان كايرو طيب ده هاد بن يبقى الحالة التالتة يبقى اي ود هاف ودهاف وتصريف تالت فين ودهاف تصريف تالت اه هي ودهاف هاد ودهاف هاد وطو المصدر دي من اللي اجدعى بها الزيادة يعني بتاعت هاد المهم يكون في ودهاف وتصريف ايه كمان وتصريف تالت بدام هادろست يبقى حالة تالتة والحالة التالتة عايزة ودهاف تصريف تالت يبقى would you have done you wouldn't not an accident if you had been careful اللي هاد بنده حالة كامحة حالة تالتة فwouldn't have have had صح ما كنتش عملت حدثة لو كنت حريص لكن have been دي يعني كنت لكن دي متلكت عملت يعني we wouldn't have spent all the money ما كناش صرفنا كل الفلوس if we not at home لو كنا قعدنا في البيت يبقى دي حالة تالتة يبقى had state عشان would موجودة ندخل على الجنرال بقى العامة يلا بسم الله if i go to sleep early i not early لو انا رحت السير بدري بصحى بدري طب ما دي حالة صفرية لاني دي عادة يومية متكررة تعتبر حقيقة حياتية يبقى wake up حالة صفرية if we walk so slowly walk مدارع we not at late لو احنا ماشينا ببطء هنتأخر بس ده الكلام دي لسه يحصل في المستقبل يبقى will be will والمصدر حالة اولى number three if you don't keep it in a cool place لو انت ما هتفصدش به بمكان بارد هيحصل فيه ايه هيفسد طب مش دي حقيقة علمية ايوة والحقيقة العلمية او الحياتية بتاخد مضارع ايه مضارع بسيط يبقى حالة صفرية عشان لا يعد ولا زي لا يعد يعمل معاملة المفرط فياخد طيب number four انا لن امانع لو انت عاوز تستخدم العربية طيب احكايت بس دي المفروض هي تبقى الصحة عشان دي الحالة الايه الاولى بس الفكرة ان كلمة دي تمانع دايما بتيجي معه شكل مضارع مش بشكل مستقبل فنقوله انا لا امانع لو انت عايز تاخد الايه العربية منافي للعقل شوية المفروض نختار بس الفكرة بفعل هو الوحيد اللي بيه مضارع انا لا امانع مش في المستقبل لن امانع لا انا لا امانع دلوقتي وفي المستقبل يبقى ده مضارع بسيط افضل ماشي غريبة شوية اربعة لو الانترنت مش موجود ده مضي بسيط يبقى انها التانية ايه would والمصدر يبقى would be هي هددت ان هي هتتصل بالبوليس لو ما سكتش طيب يبقى ماضي يبقى انها التانية فعايز ان ماضي برضو من الاخر كده بدا ماضي يبقى didn't تمام يعني هددت انها تتصل بس هيالسه ما اتصلتش فيعني المصدر دي بتساوي would في الحالة دي يعني لو لديه حياة جميلة وجذابة ومسحورة وفيها بهجة كده ما كانش حاجة وحشة حصلت له طب هات تصريف تالت يبقى انا عايز انها التانية would have تصريف تالت اهي would have happened هيبقى الوقت متأخر هيبقى متأخر طب دي حالة كام حالة تانية خلاص حالة تانية هيبقى نختار started عشان ماضي بسيط اه عشان هنا ماينفعش would تيجي مع اه اه مع اف نجيش جنبها على طول كده لو ايه ولا ود ابدا لو كنت استثمرت اموالي كان زمني مليونير دلوقتي يبقى زماني اصبحت كزا طب هات تصريف تالت وده هات تصريف تالت حالة تالتة النصر او الانتصار مش هيجيلي نقط إلا لو انا رحت له طيب إلا اذا وزاوت وزاوت مش هتنفع عشان بيجي بعد جملة كاملة انما وزاوت عايزة اسمه وضمير طيب بعدها مضي بسيط يبقى نحاة تانية ايه طيب ده مصدر فنفعش هاد ونفعش ضد عشان نحاة تانية احنا عايزين خلاص يبقى ود عشان هنا ايه حالة تانية لو الطقس جيد بكرة we shall go for a swim ايه شال دي بتحل محلة ويلة بس بشرط يكون في i و we تمام طب دي حالة كم كده بدا مكان ويلة يبقى دي حالة اولة ينفع ويلة ومكان ويلة يبقى فيه اتنين ويلة في الجملة لا يبقى if it is تمام ليه علشان دي حالة اولة number thirteen if we put salt in water لو حطينا ملحف مية اتنقط ده حطينا ملحف مية هيدوب طب ما دي حقق علمي والحقيقة العلمية بتاخد حاجة مدرع بسيط يعني يتحلل يدوب يعني if I wake up before you لو انا صحيت قبلك wake ده مدارع فالنحة التانية ايه عايزين ناخد ولول مصدر I will make حالة اولة I wouldn't tell here if حالة كان wouldn't tell لي حالة تانية يبقى النحة التانية if I know at you she can't keep a secret هي ما بتعرفش اصلا تحتفظ بالسر يبقى انا مش هقول لها لو انا كنت مكانك يعني لو كنت مكانك if I wear you حالة تانية ماضي كاذب عشان كنا اخذنا I wear مش I was would they not to Paris if they hadn't seen hadn't seen حالة تالتة يبقى انا عايز would have وتصريف تالت would have gone honey would be a good artist if he not more patience طيب if قبلها would والمصدر يبقى بعدها ايه ماضي بسيط يبقى نقوله امتلك المزيد من الصبر اه يبقى had more patience لكن where where عايزة where more patient لان where عايزة صفة لكن هاد عايزة اسم بعدها ماشي number I get nervous if I not in front of a group انا ببقى متوتر لو اتكلمت قدام مجموعة ماشي if قبلها هنا مضارع يبقى بعدها مضارع بسيط برضو طيب المضارع البسيط ده ما ينفعش نبدله we have to ينفع ما هو have to دي تعتبر مضارع بسيط برضو you know at life much easier if you smile more طب smile ده مضارع يبقى انها التانية والو المصدر يبقى number twenty if you go if you got more sleep لو نمت اكتر you know I'm so tired all of the time يبقى لو نمت اكتر هتبقى تعبان معظم الوقت بس الكلام ده ماضي مش حقق علمية بقى ولا حالة صفرية ولا اولى ده بدن ماضي يبقى يبقى would يبقى wouldn't be نقط I rich I would buy a car لو كنت انا غني كان زمان اشتريت عربية ماشي طيب ده معنى النوع غني لا طيب اشتري عربية برضو لا يبقى دي حالة كام حالة تانية خلاص where where I rich لان where الوحيدة اللي بتيجي في الاختصار بتاع where فاعل ثم صفة معناها لو كنت فعشوص طبعا نقط I studied harder لو انا كنت ذكرت بجد would have passed مين اللي بعدها فاعل ثم تصريف تالت فيش غير هاد في الحالة الكام في الحالة التالتة where نقط when you are on holiday معادي ما وين بتحل محل اف بس في الحالة الصفرية والاولى بس يبقى مفيش اصلا اولى مفيش غير صفرية where do you go when you are on holiday انت بتعمل ايه بتروح فين لما بتبقى في عجازات ممكن تبقى عادة يومية متكررة he not so many accidents if he drove لو هو ساء more carefully الا drove ده ماضي بسيط يبقى النحة التانية ايه يبقى النحة التانية حالة تانية صح يبقى ود انتهاها في ترجمة الجملة ما كانش هيعمل حوادث كتيرة لو ساء بحرص unless you not here you want to find out the truth لو لم ايه هي ما كنتش هتعرف الحقيقة دي الحالة الكامل حالة الاولى صح طيب ما ينفعش وباللين في جملة واحدة يبقى ايه وبيه غلط يبقى if you don't ask اصلا sorry unless اصلا ما بيجيش بعدها لا فيه مقدم نشغل دي لو لم تسألها مش هتعرف الحقيقة if he not a miser يعني شخص بخيل he would have given away some of his money يعني كان زمنه تبرع بشوية من فلوسه طيب would have وتصديف تالت دي حالة كامل حالة تالتة خلاص مقدم نشغل hadn't been لو ما كانش بخيل كان زمنه تبرع بشوية من فلوسه if you come early لو جيت بدري come ده مضارع you know to meet the manager سوف تقابل المدير طيب ما ينفعش مصد تاخد to ولا كان تاخد to لانه دول افعال ناقصة will be able to ممكن بس ويل هفتو يعني ستكون مضطر لا خلاص يبقى will be able to يعني لو جيت بدري ستكون قادرا على ان تقابل المدير لكن هفتو هنا هتبقى مضطر ومجبر طب ليه مضطر ومجبر المعنى مش هيجي لهم if he not the letter i will post it لو هو ايه الخطاب انا سوف انشره طيب دي الحالة الكام والو المصدر حالة اولى طيب خلاص حالة اولى يبقى المفروض مدرع بسيط طب ما فيش مدرع بسيط ينفع مدرع مستمر لو مسلا ماشي ممكن نفكر فيها هي مش صحة برضو بس ممكن نفكر فيها طب ما فيش حاجة تانية مدرع بسيط ممكن مدرع تام يبقى لان المدرع البسيط بيستبدل بمدرع تام او مدرع مستمر وكلمة لو الفلوس اللي هو بيمتلكها هل هات جيت لوحدها هو اوه جيت لوحدها نقط enough لا بقى ثانية واحد ازاي ازا في زمن هنا هو اللي مبني عليه الشطر التاني ده يعني المفروض يكون في زمن ايه بقى في النواضي لازم يا مستر يكون في زمن مواضي تام يبقى had enough enough دي يعني كافي تعتبر صفة طب يبنقوله امتلك كافي ولا كان كافي لا كان يبقى had been تمام الجملة هنا مبنية على الجملة دي مش had الاولانية دي جملة حلوة وصعبانية 29 دي يبقى لو الفلوس اللي معاه كانت كفاية هو ما كانش استلاف فلوس يبقى ودنت have مبنية على الجرامر ده مش الجرامر ده طيب if بعدها ماضي بسيط اللي هو had ما هو had اللي واحدها ماضي بسيط يبقى انحها التانية عايزين ايه حالة تانية طالما حالة تانية يبقى عايزين would will ايه ودو المصدر طب would do better ولا would be better مش احنا قلنا better دي صفة والصفة عايزة فعلته be يبقى would be better if he hadn't cared about money so much لو ما كانش بس بيهتم بالفلوس كتير او كده هو كان ايه الناس الاخرين افضل مش had ده حالة تالتة اه بدم حالة تالتة يبقى عايزين اه ماضي would have وطبط ثالت يعني اهو يبقى had would have had مش when you heat it melts this is لما بتتخن التلج بيدوب دي اعتبر ايه حقيقة عامة اه او fact ممكن هو الحقيقة وخلاص number thirty three if i were a millionaire i would buy a act يعني لو انا كان كنت مليونير كنت اشتريت ياخد ده معناه انا لست مليونير ومش ومشتريتش ياخد ولا حاجة كل ده كده يبقى i'm not a millionaire انا مش مليونير اه number thirty four if you had told me you needed money you would i would have lent you لو كنت قلتلي كنت سلفتك معنا كده ان انت قلتلي لا طب ان انا سلفتك برضو لا دايب ماشي يبقى i didn't need you money عشان انت ملتليش اصلا unless i had taken the train i would have been late يعني لو ما كنتش خدت القطار كان زماني اتأخرت ده معناه ان انا اخدت القطار وما اتأخرتش عشان لو ما كنتش عملت كده كان زمان اتأخرت يبقى لاني لحقت بالقطار كتاب المدرسة لو ما روتش النباتات هتموت اكيد يبقى دي حقيقة علمية حقيقة علمية بقى ناخد مضارع بسيط طب ناخد بقى زي ناس وحبنا كده غلطوا في السنتر لا زي جامع والجامع عايز حاجة مصدر بدون اضافات يبقى زي مش هقول على اسمكم ربنا ايه ربنا يسطر ربنا يسطر لو هي كان معاها فلوس كفاية هي كانت اشتري التليفون جديد طب حلو قال له هل جي بعدها تصريف ثالث لا يبقى استبعد ايه لان هات تصريف ثالث هي اللي بتيجي معاودها في تصريف ثالث ازا دي هاد لوحدها هاد لوحدها مضي بسيط بما انها مضي بسيط يبقى احنا عايزين حالة تانية حالة تانية يبقى التليفونات المحمولة غالبا بتتوقف عن العمل لو هم تحطوا في لو هم واعوا في المية اكيد اه حقيقة علمية معظمهم يعني الا المضادين للمية طيب يبقى ليه لان دي حالة اه صفرية ليه من كلمة يوجوالي ودي حقيقة حياتية تمام? وزي جامعة فتاقة فول مش فولز سكروجي كان هيبقى طيب لو ما كانش بخيل يبقى لو ما كانش بخيل ليه عشان دي حالة تانية ما تنساش تاخد تليفونك you won't be able to call me if you not your phone with you يبقى مش هتقدر تاتصل بيا لو لو ما معكش تليفونك تمام? اللي دي حالة كام? won't be بقى حالة اولى حالة اولى don't have لو انت ما بتمتلكش التليفون بتاعك معاك يعني صاحبة عايز مساعدة في سؤال الحسابة والرياضة but I don't know the answer بس انا ما عرفش الاجابة if I know the answer I would help my friend اللي would help ده هوت حالة كام? حالة تانية طيب يبقى نختاري هنا بقى ماضي بسيط يبقى if I knew لاني ماضي بسيط وضو المصدر number seven أميرة doesn't feel healthy because she doesn't do any exercise أميرة ما بتشعرش بالنية صحة كويسة لانها ما بتعملش تمارين معناها ان اميرة if she did some exercise did ماضي بسيط يبقى نختار ايه يبقى نختار كانت زمان هتشعر بافضل لو كانت عمل التمارين يبقى دي حالة تانية I know you don't like the rain انا عارف انت بتحبش المطر but I can't do anything about it بس انا ما قدرش اعمل حاجة انا مالي انا هعمل ايه همسك المطر يعني if you sigh again لو قعدت تتنهد تاني I know to you انا مش هسمعلك اصلا يبقى سايدة هوات مضارع يبقى I won't listen لاني دي حالة كام حالة اولى number nine if I hadn't read the book حلو بدم hadn't read يبقى حالة كام حالة تالتة I know at the story لما كنتش قرية الكتاب كان زماني فهمت القصة؟ لا ما كنتش هفهم القصة يبقى I wouldn't have understood حالة تالتة if I not to be early last night لو رحت للسرير بقدر ليلة مبارح I wouldn't have been tired this morning ما كانش زماني متعب النهارده طيب دي حالة كام؟ حالة تالتة يبقى ما فيش غير had gone حالة تالتة number eleven نقط come to the museum last weekend if I had asked you had asked حالة تالتة يبقى would you ليه؟ لاني دي صغط سؤال نسأل دائما بالشطرة الذي لا يوجد فيه if يعني if ده الجملة بتاعتها هي ما بنعملش منها سؤال بنسأل بالجملة التانية if Scrooge had smiled more had smiled حالة تالتة يبقى النحة التانية would have تصريف تالت would have like ده هي احنا ونديه اختصر لwould او had على حسب البعضة لو بعدها تصريف تالت تبقى هي had لو بعدها مصدرت تبقى how would if Bob not more money he wouldn't have worked for Scrooge wouldn't have والتصريف تالت يبقى احنا عايزين نحة التانية ماضي تام في اتنينهم طب نقوله هو كان المزيد من المال ولا امتلك المزيد من المال امتلك يبقى had had if Scrooge had paid Bob more money لو Scrooge دفع لبوب المزيد من المال حالة كم دي؟ حالة تالتة كان زمان بوب فقير لا ما كانش زمانه فقير خلاص يبقى wouldn't have been ما كانش زمانه فقير if she not sun cream to the beach she wouldn't have got burnt لو جابت معها مواقي من الشمس كريم مواقي من الشمس للشاطئ ما كانش زمانها تحرقت كده يبقى wouldn't have وتصريف تالت دي حالة كام؟ حالة تالتة طالما حالة تالتة had taken Scrooge not happier if he hadn't been so mean كان هيبقى اسعد لو ما كانش بخيل قوي كده hadn't been ديت حالة تالتة يبقى would have وتصريف تالت عشان هادو تصريف تالت wouldn't have been cold طيب ماش wouldn't have وتصريف تالت لو كان زمانه دفع في الوسط للدفاية الكبيرة يعني او حاجة بتدفك خلاص دي حالة كام؟ حالة تالتة يبقى هاد تصريف تالت if we hadn't taken a taxi لو ما كناش اخدنا تاكسي كنا هنبقى متخرين على القطار هاد تصريف تالت يبقى منحة تانية ودهاف تصريف تالت if you would have heard what he said if you not carefully انت كنت هتسمع اللي هو قاله لو انت استمعت بحرص طيب هي دي حالة كام ودهاف تصريف تالت هاد تصريف تالت يبقى had listened هاد تصريف تالت ودهاف تصريف تالت number 20 if scrooge not pop's salary يعني مرتب بتاع pop his family wouldn't have been called طيب wouldn't have been ده حالة كام؟ حالة تالتة طالما حالة تالتة يبقى had increased لانه لو زود المرتب ما كانش هم زمنهم ساعنين الجرامر التاني اللي هو بتاع ايه wish if only يلا بينا نحل عليه كده كام سؤال I wish I not how to drive a car but I don't بس انا ما بعرفش يبقى I wish I knew لان التمني في المضارع بروح اختري ماضي بسيط طب لو التمني في الماضي اختري الاقدم منه القمضة منه ماضي تام في المستقبل بناخد وده كنت I wish I not that عمر was ill طيب بس الكلام ده في الماضي انت بتتمنى لو كنت تعرف في الماضي يبقى الاقدم منه had known ايه الدليل انه ماضي was I wish they not their car in front of my house اتمنى ان هما ما يركنوش عربتهم قدام منزلية حلو المستقبل ما بيجيش مع وش ولا المضارع ولا المضارع ما فيش غير wouldn't التمني في المستقبل he wishes هي نقطة هولداء هو بيتمنى انه يعمل اجازة انه ياخد اجازة يعني يقدر يستحمل نفقاتها يعني قلنا وش ما بيجيش معه مضارع ولا مستقبل طب had offered عرض عليه ولا could offered could اصلا ما بيجيش بعدها تصريف تالت had offered could بيجي بعدها المصدر number five they wished they not the photo it was a really good one يعني كانت حقا جيدة جدا يبقى هما بيتمنوا لو ايه في الصورة لانها كانت جيدة جدا يبقى ياريتهم ما فوتوها مدم ياريتهم ما فوتوها يبقى هما فوتوها اصلا يبقى في الماضي hadn't lost ياريتهم ما فوتوها عشان التمني في الماضي بنختار الادم منه I wish I not closer to my family اتمنى لو كنت اقرب لعلتي ناشي طيب بس التمني دهوات في الماضي فاختر الامضة منه فيه امضة منه ما فيش خلاص يبقى تتمنى في المضارع يبقى I wish I lived في المضارع اتمنى لو نعيش اقرب ليهم he wishes he not harder when he was at school لما كان في المدرسة يبقى تتمنى في الماضي وتمني في الماضي عايز الامضة منه يبقى لو التلج ايه بيدوب اكيد مش هيسخن نفسه لو حصلت على عربيتي متصلحة شغلي مش مع دي شغلي مع هاد بس تنوى هاد يبقى لوحدها يبقى ده ماضي بسيط ماضي بسيط يبقى حالة تانية بدأ مع حالة تانية يبقى I would help imagine being a millionaire كنا واخدين imagine was supposed was supposing بيجوا مع الحالة التانية فقط ولازم تكون صغير سؤال بدأ مع حالة تانية يبقى I would what would you do صغير سؤال If you need some advice لو عايز شوية نصايح نقط me at once يعني اتصل بي فورا في فاعل هنا لا يبقى ما فيحش ويل ما دي حلقة أولى يا مستر أنا مالي حبيبي لازم يكون في فاعل عشان نختار ويل طب ما فيحش فاعل يا مستر نعمل ايه اختار الأمر الأمر أو النهي لو ما فيحش فاعل نقط he a poorer plan لو هو يكون خطة أسوأ من كده proper sorry ده proper مش proper proper يعني أكتر ملاءمة أو أصحة يعني أفضل طيب يكون هو ولا يمتلك هو يمتلك يبقى had عشان دي حالة تانية he understand understand ده مصدر ازاي مع ه would مين الوحيدة اللي بيجي بعدها فاعل ثم مصدر ما فيش غير شد طيب الحالة الأولى والتانية if he not enough money he would have more time would have هل في تصريف تالت لا بلما ما فيش تصريف تالت يبقى دي حالة تانية بلما حالة تانية يبقى had had enough money يمتلك ما يكفي من المال unless he had written document يعني لو لم يكن لديه موثيقة مكتوبة ده police يعني البوليس هياخد العربية طيب اللي هاد صفة ولا تصريف تالت لا ده صفة بتاع يبقى هاد هنا لوحدها بدام هاد لوحدها يبقى ده مضي بسيط يبقى ناخد وضو المصدر ركز if we use a computer for a long time لو استخدمنا الكمبيوتر للفترة طويلة we usually نعط a headache طيب usually يعتبر عادة وحقيقة متكررة طيب ماشي يبقى ده يعتبر حالة صفرية والدليل usually يبقى have if the money i had نعط enough i had i would have bought a car بدام would have يبقى حالة تالتة بدام حالة تالتة i had i had had يعني اللازم تلكته i regret watching that boring film انا ادمنى ان انا اتفرجت على الفيلم المملي ده yesterday i wish i not ات بدامت مني في الماضي اختار انت الامضة منه يبقى hadn't watched ياريتني ما اتفرجت عليه في الماضي i wish i not to london next summer اتمنى ان انا ايه london الصف اللي جاي طيب بس الصف اللي جاي ده في المستقبل لسه يبقى i wish i could لان في المستقبل بناخد could اود والمصدر طيب ناو مضارع يبقى تمني في المضارع نختار احنا ماضي بسيط يبقى didn't بيجاع ده الفعل في المصدر يا باش lift ده ماضي حلو ده واحد رقم اتنين هو بيتمنى ما كانش ساب المعطف بتاعه في المنزل بس هو ساب المعطف بتاعه في المنزل يبقى بيتمنى انه ما كانش عمل الكلام ده في الماضي يبقى نختاره الامضة منه يبقى hadn't حلو السؤال ده جميل اولا دي انت بيجيش بعدها التصريف التالت ثانيا التمنى هنا في الماضي عشان هو بيتمنى انه ما سابش المعطف بدعوة لو كان معايا دعوة كان زماني حضرت الحفلة ده معنى ان انا معايا دعوة لا طب حضرت الحفلة برضو لا يبقى ما تعزمتش عشان كينها ما روحتش يعني يا ريتك تكلمت معايا قبل ما تقرر يبقى you should have وتصف ثالث يا ريتك عملت number two you not have gone there it was a mistake لقد كان خطأ منك يبقى يا ريتك ما عملت shouldn't have he didn't study for his test he not have studied يا ريت وذاكر should have she lied to her mother she not have done that يا ريتها ما عملت يبقى shouldn't have ما فيش shouldn't يبقى not to have I'm really tired today أنا حقا متعب النهاردة I know I have stayed up so late last night ياريتني ما صهرت كتير الليلة مبار يبقى I shouldn't have stayed you ought not محتاجة you didn't believe me انت مصدقتينيش but I was telling the truth بس أنا كنت بقوا بس أنا كنت بقوا للحقيقة you should not have me ياريتك صدقتني يبقى you should have وتصريف ثالث have believed you not have called them yesterday now it's too late يبقى ياريتك كلمتهم مبارح يبقى you should have called them yesterday I am sorry for shouting at you ونسف ان انا زععت فيك I not have raised my voice يعني علت صوتي ياريتني ما عملت كده هيبقى shouldn't تعالى يلا اروح للترجمة حل انت لول ومعك اخد مني الاجابات لكن انا هقولك الاجابات على طول يبقى واحد دال اتنين ان شاء الله هتطلع به تلاتة بازن المولى هتكون الف اربعة او واحد من العربي الانجليزية سي دي هتبقى سي والله ينور يا فندم هتكون بي يا حبيبي هتكون دي ودي الكلمات المهمة اللي جيت في الاياب في الدرجمة تمام اخر حاجة كنجلير بعشان يبقى خلصنا في العاصفة دايما بتشوف ايه بنشوف يعني يعني البرق لما دي يعني الاضاءة قضوا الليلة في ايه صغير في الجبل اكيد كوخ كوخ يعني هت انا طلبت او سألت او طلبت من اخويا بس او مش هيساعدني هو شخص ايه طول انا انت متسامح قلبه طيب لا قلبه قاسي بيحب يفكر في المعلومات الاسئلة المهمة يبقى عايز يكون ايه عشان بيحب يفكر في الاسئلة المهمة يبقى عايز يكون فيلسوف دي مراسل دي دي محامي حصاني بيحب ينام على سرير من القش دلوقتي بنصدر البطاريات يبقى بننور بال ايه بال توتش يعني مشعل ايه مشعل ده مشاعل اللي هو عصايا بيبقى فيها ايه خرق مثلا او حتة وماشا فوق يعني ويبقى مبلغ العجاز وبيولع فيها المشاعل يعني عصايا فيها نار خلاص هانيا بتجد من الصعب تنعت حازم يبقى بتجد من الصعب ان ايه حازم اللي هو قاله على البوست يبقى انها تسمح لو انت ما قضتش شوية من الوقت في مكان شخصي بقى ازا هتحكم عليه يعني في جزمة شخص معنا في مكان يعني يعني سمعة سمعته جيدة يبقى اكسبته ثقة العديد من الزبائن الزبائن يبقى يعني بعيدا عن اللقاحات هناك طريقة للحماية من تمام بكده الحمد لله نكون خلصنا كل حاجة لحد بكده خلصنا الترم الاول ربنا يوفقكم يا شباب ويا بنات وادعونا بالتوفيق وادعونا بان ربنا يغفر لنا ويجعل هذا العمل في صالح اعمالنا ان شاء الله سواء انا حية وميت ربنا يا رب يتقبل هذا العمل وربنا يوفقكم كمان ويجازكم خير على تعبكم معنا طول الترم وان شاء الله لم تحنيجي كويس وممتاز وإحنا عملنا اللي علينا وزيادة ان شاء الله لو انت ذكرته وحلت معها كل ده يبقى برافو عليك سقف لنفسك ودي ان نفسك جايزة والله ينور ان انت كملت الفيديوهات للآخر كان معكم مستر طاهر ابو زيد واشوفكم على خير ان شاء الله في الترم التاني سلام عليكم